برحب بكل الأشخاص اللي عم بيتابعونا وكل الأشخاص اللي نضموا إلنا هلا بحلقتنا لليوم لحنعرفكم على أفخم وأرقى أنواع المستلزمات أو الأساسيات اللي لازم تكون موجودة بكل بات نحن اليوم لحنعرفكم على منتجات متل ما عم بتشوفوه هي خاصة بغرفة النوم وخاصة اتخذ كل هيدا الشي مقدم للكم من ماركة بالاسنايت بالاسنايت مشاهدينها هي ماركة فقط متوفرة للكم من خلال عالم التسوق مثل ما عم بتشوفو عنا هوني الدوبي سات اللي متألف من دوفي سات ومتألف من الشيت سات الدوفي سات هو بيحتوي على غطاء للحاف بيحتوي أيضا على فتة شيت أو غطاء لحتى نغطي في الفرشة أو المرتبة بإطار مطاتي إلى جانب هيدا الشي ففيه غطيين للي مخده أطلقنا عليهم اسم الأكسفورد لحن نتعرف على هيدا الشي بسياء الحلقة أما بالنسبة للشيت سات فهي بتحتوي على غطاء مسطح تحتوي كمان على غطاء لحتى نشد فيه أو نغطي الفرشة أو المرتبة وأيضا على غطيين للمخده هيدا مشكل شي لحن نتعرف كمان على البات سكيرت ولحن نتعرف كمان على مخدات من جودة جدا عالية معمولين من الريش إلى جانب هيدا كله لحن نفرجيكن اليوم الحاف من جودة جدا عالية وهيدا مشكل شي لحن نتعرف نحن وياكم على الفاذر باد الفاذر باد هو عبارة عن سرير معمول من الريش يعني بحلقتنا لليوم لحن نفرجيكن كيف يكون انتوا ببيوتكم تناموا على ريش وبأسعار جدا معقولة فأيضا لحنتعرف أنا وياكم على هيدا المجموعة المتكاملة من الماركة بالاس نايت برجع بذكركم هي فقط لمشاهدي عالم التصوى كل هيدا الشي مع مستيرين ستينيس اليو يجد خصيصا من الولايات المتحدة الامريكي وهي المؤسسة لهيدا الماركة هلو سرين هلو عام تربع كلفة بشكل ممتقيم ولكننا واضحة أكثر من المنزل في الطعام كذلك ما نعاولنا الإمانات للحضر here in the Mena region is palace knights. فانتاستيك. Only here on world of shopping. And what's fabulous about this brand is it's about creating that 7 star sleeping experience right in your very own bedroom with luxury bedding and also supportive and comfortable in terms of feather beds and comforters and warmth as well with the duvet. فإذن سيرين هي عرفتنا على الشركة اللي هي مؤسسة فيها واللي هي الباسيفيك كوست واللي صر لهم بهيدا المجال من عام 1884 يعني كل سنين هيدا الخبرة هلأ صارت متوفرة للكم من خلال عالم التسوى هيدا الماركة واللي هي البالاس نايت متل ما ذكرته متوفرة للكم فقط من خلال عالم التسوى هيدا المجموعة اللي انتوا شايفينها معنا اليوم هي بتساعدكم لحتى تحصلوا على الراحة اللي انتوا بدكن إياها وتحصلوا على الرقي لانتوا دايما بتشعروا لما بتروحوا على أي أتال خاصة إذا كان أتال خمس نجوم أو حتى سبع نجوم So now let's go into more details about the set maybe about the design itself what's the material that's been used This is all about creating this luxurious but finished look to the bed as well Yes So what you have in the set is a duvet cover and two Oxford shams and then also the fitted sheet Yes And on the duvet cover the first thing you'll notice is this gorgeous sheen Yes This beautiful look to it This is a 600 thread count So imagine 600 threads for every single square inch of fabric that's woven together That's a very high thread count And the higher that thread count is the more long lasting the fabric The softer the fabric and it gets softer and softer with every single wash Okay فإذا أول شي بدنا نحكي عليه هو الduvet cover أو الغطى تاعل الحاف مثل ما عم بتشوفوا فيه لماعية كتير حلوة بمجرد نحن ما نتحرك مع هيدا الغطى هيدا كله بفضل الطريقة لتم حياكة هيدا الغطى للحاف فهي تم حياكته بـ 600 thread count 600 thread count يعني هي عبارة عن تمية حياكة الخيوط هيدا الخيوط من حاكة كيف مدموجة مع بعضها كل ما منعها بحياكة يعني كل ما تكون الخيوط قريبة لبعضها أكتر بمعيار 600 أو أكتر بكون الملمس كتير نعم وكتير حلو بنفس الوقت بيعطينا إذا بدنا نقول الراحة اللي نحنا بدنا إياها that's really nice and amazing you know it really is and you can see this beautiful woven stripe as well and what's fabulous about this stripe is it doesn't come off over time because it's woven into the fabric itself as it's being made it's called a Davi stripe but really what it means is elegance, beauty, softness and again something that lasts a very very long time okay وشاغلة ونقطة كتير مهمة مثل ما عم بتشوفوا نحنا عنا هيدا العلامات اللي موجودة على الغطى هيدا العلامات هي تمحية كتا معلق ماشي نفسها يعني مش انو حاطينا أو يمكن print موجودة لأنه هيدا مع الوقت بيروح ولكن هوني النقشة موجودة من للحاف أو من غطى للحاف نفسه بهالوقت بتضاين معنا وقت كتير طويل وقت كتير طويلة موجودة yes the duvet cover is fantastic because you have this beautiful piping that goes all the way around which I'll show as well on the other pieces because this is around the entire set but let's show how the duvet cover works because this is fantastic to have if you're trying to protect your duvet keep it safe keep it a little bit cleaner and fresher but also easy to use we have snaps on one side you can see how easy you can see how easy that is yes and then your duvet goes inside and then once you're ready you can snap it back up and it's ready to go and it's really easy to wash it very because this is machine washable and this keeps the duvet nice and clean so you can wash this as often as you like فإذا مثل ما عم بتشوفه طريقة تركيبه كتير سهلة حتى هوني الزرار اللي موجودين بيتسكروا بيتفتحوا بكل سهولة بهالطريقة نحنا عم نحمي للحاف اللي بيكون موجوده بنفس الوقت منقدر نخصل الغطى اللي عنا بكل سهولة يعني سهل التركيب سهل نحنا نفكوه الأهم من هيدا كله منقدر نخصله بكل سهولة هلا لحنا ننتقل حتى نتعرف على القطعة التانية اللي موجودة معنا واللي هي المخدات اللي موجودين واللي هني الأكسفور so now let's talk about the pillowcases the oxford pillowcases definitely these are really beautiful because you can never have too many pillows on the bed yes this is my theory and what's nice about this is you can have your pillowcases later but then you have your oxfords as well perfect for when you're sitting up and doing a little reading or maybe watching television in bed so you have this lovely flange that goes all the way around it gives a decorative border it's beautiful to see yes and also the piping that we saw in the duvet cover that goes around and on the opposite side this is lovely i enjoy this because you now have a way to hide the pillow yes it's tucked away inside you don't see the pillow it's a nice decorative flap and it functions magnificently you don't see the pillow in the morning coming out that's right it's not popping out of one side yes i don't like it when it does that of course yeah so we have these things like you can see we have Oxford as we can see we have the oxford as we can see we have the ceiling we have this if we want to say we have the very nice and very nice and very nice of course we have a number of different things that need to be to be used for this reason we need to choose the design and the design that we want to do see here the design that is very nice and very nice and very nice that also gives us a lot of now we are going to talk about the fitted sheet that's right because you're not done yet there's Chan Lee the fitted sheet is wonderful because you have the since that goes all around i have to i make the best it's to show but you have the last thing goes all the way around if you shoot and this is wonderful because if you have a very dist portions you don't have to worry about covering it yes you have a very deep pocket you can see we even have I'm father bad on top of this match i met that we'll Spain about it it fits well overhan I'm the mattress yes at here is your last step to go all كل طريق الوصول على كل طريق الوصول كما ترون هنا الغطاء الذي قلت لكم في بداية الحلقة هو يساعدكم لتغطي الفرشة أو المرتبة يأتي بإطار مطاطي كما ترون لو قد ما كانت الفرشة سميكة طبعاً نحن نضع الفرشة وحاطيفة والفاذرباد الذي سنحكيكم عنه بسياء الحلقة لديكم أدي سمكة والرغم من هذا الشيء قدرين نحن بقلب هذه الشرشف نغطي الفرشة تماماً ونعطيها الشكل اللي نحن بدنا إياه So now we are going to describe the sheet set that we have and we start with the flat sheet So just like with our duvet set we have that beautiful luxurious 600 thread count you can see also that gorgeous dobby stripe this is going to be true on all of your pieces and look here this fantastic little decorative trim I love this cording it's beautiful it's elegant and here's the fabulous thing about your flat sheet Sara it's oversized I love the oversized you want the extra drape on the sides of the bed Of course so you can tuck it under the mattress so you can share with your spouse and feel like you both have enough of the sheet without fighting you're not fighting exactly throughout the night with your husband Yes that's true So here us we are going to see this is a flat sheet which is the flat sheet so you can see this is the flat sheet as you see this is the flat sheet which is in the zone which is the same that is available to the so 500 Threat Count than the features which is the 1950 thick and the whole like this is where this is a very nice and extremely nice الأهم من هذا كله أنه هو حجمه كبير كبير حلو بهالطريقة تقدروا تحطوه تحت الفرشة و تقدروا كمان تحطوه على الجوانب ما في داعي أبدا تتأيدوا بالليل بحجم الشرشف اللي موجود معنا لقد قمت بكثير عن الفلاتشيت سنقوم بكثير عن المسكين التي لدينا نعم كما كانت تحضرينك في مصكين، هذا هو الشرشف لتحضرينك ينقوم بتحضرين مصكين حلوى وتقوم بتحضرينك استمرون الأمور الهوائحة ولكنه تقضح الجوانب أنا أحب هذه الأعمال لأنك قد تشعر صورة بأسرع لتحضر الهواء الخارج ولا مفي للعينة لا تأتي بأسرع وهذا رائع وهذا يصبح تصامل جديد تعتبر من مصكين الجبن أنه قمت بكثير لعينة جيد تظهر مهلا الثاني مثل ما عم بتشوفه كتير حلو تصميم كتير مرتب وكتير ناعم والأهم من هيدا كله انه عنا نفس الشي ما بتطلع المخدي بالمرة بفضل هيدا لقماشي اللي عاملينا حجمة شوي زيادة بهالطريقة بتضل المخدي متل ما عم بتشوفه لو قد ما أنا أعمل هيك المخدي أبدا ما بتطلع من برة إلى جانب هيدا الشيء أكيد الملمس الناعم الكتير حلو We have also in this set we have the fitted sheet which is exactly with the same material and everything right? Just the same as with your duvet set you have the fitted sheet it again has the elastic all the way around and it will hug very nicely to the mattress and you have the deep pockets so it fits a big mattress and it also fits a feather bed That's really amazing فإذا عنا كمان الغيطاء اللي هو بإطار مطاطي كمان موجود بقلب هيدا المجموعة تقدروا أنتوا ضغطوا في الفرشة أو المرتبة والأهم من هيدا كله لو قد ما كانت الفرشة عندنا سميكة أو رفيعة أو شو ما بتكونوا تحطوا فوقا مثل الفاذر باد اللي حنا عرفكن عليه في السياء الحلقة تقدروا تغطوه بكل سهولة وغيرا نحن نجل ما نضيفت أنه روا ни次하고ijk disclosure أو dil間 الأبد Supp Ministry المده أصبت تأكيد الصفحة لي ستockار الجنجة وغيرا تحظو الأفراس الجنجة بخارجmann أخرج่ Division من ييز Juli كش أحمر إن صعبة إن السين الوضولين بسب boy here is the bad skirt same beautiful thread count same weave ستفاد أنها مباشرة وكثيراً. فقد ترى أنها مفترة بين الملحقة والسطنة. ومشرة على التخط. لذلك تكون مفترة بخطة جيدة. مدفر ونفرقها جداً، ومشرة جيدة إلى المقدار. فإذاً لدينا هذه القطعة والتي هي البتسكيت. مثل ما عم بتشوفه هي منستخدمها لحتى نغطي جزء تحت من التخط. بالعادة كتير مننا يمكن بيحبوا يخبوا قشا تحت للتخوت ولكن هيدا مش السبب الرئيسي لألا. هي بالعادة تعمل إطلالة كتير حلوة للتخط مثل ما عم بتشوفه معمولي من نفس القماشية معمولي من القطن حتى الحياكة تعيط الخيوط معمولي نفس الشي بكل السات أو المجموعة اللي موجودة معنا في تفاصيل كتير دقيقة على الجوانب مما بتعطي إطلالة كتير مميزة So now we introduce the duvet set, we introduce also the sheet set And we're gonna have, they're gonna have actually a wonderful duvet set that's really complete to have the final look of a five stars or maybe seven stars No, you're here, you have to have seven stars Of course, seven stars here Of course, but I'm gonna ask him to stay tuned because we have many things to discuss later فإذا المشاهد لنا عرفناكم نحنا على duvet set اللي متكوني من duvet set ومتكوني من الشيط set برجع بذكركم duvet set هي مألفة من غطاء لعل الحاف من footage sheet أو الغطاء اللي بتغطو فيه الفرشي أو المرتبة اللي بيجي بإطار مطاطي إلى جانب هيدا الشي غطيين اللي مخدي بتصميم أطلقنا عليه الأوكسفورد أما الشيط set فهي بتحتوي على غطاء مسطح لكل التخد بتحتوي أيضا على غطاء لنغطي فيه الفرشي أو المرتبة بإطار مطاطي وبتحتوي كمان على غطاء اللي مخدي ولكن بتصميم مختلف على duvet set المنتج اللي حنعرفكم عليه هلأ هو الفاذر باد الفاذر باد أو إذا فينا نقول السرير اللي بيكون كله ريش يعني أنتو هلأ لح تناموا على تخد كله ريش ولحنتعرف بالتفاصيل على الفاذر باد كل هيدا الشيء أكيد مع سيرين المؤسسة لماركة بالاسناي سيرين نحن نتحدث عن الفاذر باد وهي شيء مجرد جدا لقد كنت لم أعرف عنه جديد Sheilaعتني أنت أفضل باد فأم تقول先 why we should have a feather bed on the mattress what's really the benefit of it well a feather bed is really the quickest way to transform the way you sleep it really completely changes the feel of your bed but for the better of course and the easiest way to imagine how it works is to imagine that your mattress is flat yes you can see even if you have the very best the most expensive mattress in the world it's still going to be a flat surface yes but our bodies are not flat that's true هناك الكثير من مكان مستحاب غير اشترك من منطق المترس ويضعك الأسطن المزيج , الأسطر المائها النصر والحشاكل لعينة العلاجية في قسطة السنة المتعينين يحتاج المشارقة الضوء بالبسنج افطه اشترك يمكنك تواجهب بالتاوية يجب أن تسويس الإسلام يباكه في هذه المكان يجب على الجهازات على حدهاتهم فإذاً الفضاءة بيغييركم طريقة النوم تاعتكم وأكيد للأفضل عندنا الفرشة اللي بتكون موجودة بالعادي هي بتكون فلات أو مسطحة لو شو ما كانت الفرشة لو شو ما كانت النوعية تعيدها ولكن أجسامنا مالنا فلات ومالنا مسطحة عندنا الجزء إذا بدنا نقول الجزء الضهر من تحت وإذا عندنا الكتاف عندنا الرقبة عندنا كمان الركب كل هيدول الإشاة فيها فراغات فنحنا بحاجة لهيدا الدعم بحاجة لهيدا السابورت اللي يجينا من شيء كتير ناعم لحتى نقدر نسترخي بالليل نحنا ونامين أنا بعرف إنه مش كتير منا عنده فكرة عن الفادر باد ولكن هلأ صار وقت إنكم أنتوا تستبدلوا طريقة التقليدية اللي كنا ننم فيها وتحطوا الفادر باد على تخوتتكم لتقدروا تحصلوا على هيدا الرحة So now let's go into more details about the feather bed and let's go about that filling inside Definitely, you know this is all natural and we talk a lot about feather as being completely breathable because if you've tried synthetics with bedding before it can make you hot it can trap your body heat but with a feather bed you don't overheat because you have the breathability because it's completely all natural so this is filled with uncrushable feather it is a wonderful feather that has an incredible curl to it so it's very springy and supportive but at the same time it's a strong feather as well so it's meant to be supportive to the body but at the same time it's not going to be uncomfortable you're kind of getting a bit of comfort but all about support as well okay that's really amazing so now after we know but one more question when we talk about feathers usually people think I might face an allergy I don't want it I don't like anything to be like filled with feathers sure what can we tell them well you know many people are concerned about allergies with down and feather and if you've tried down and feather in the past maybe you've had a bad experience but you don't have to worry with palace nights because at palace nights we have something very special we have hyper clean feather and down okay and this is the only place in the entire region where you're going to find hyper clean because my company is the only one in the world that does it and we are very lucky also it's fantastic because it's not down and feather that people are allergic to it's actually this it's dirt and dust and we extract this through a washing process that's from 5 to 15 times as often as we have to basically until all of that dirt and dust is removed so when we're done after all those washes it's virtually allergen free because it's dirt and dust free okay so for all the people who are interested that the tissue is made of the tissue or the tissue is made of the tissue this is what I'm going to find with palace night because the company that we have today did palace night or the pacific cost has a way to repair that is called hyper clean which means repair to a very high level like you can see what you're going to do is the use of the tissue which is going to get from the tissue or the tissue which is not the tissue which is the tissue which is the tissue they do they do they do 5 to 15 times let's now talk about the construction but before that can I try it? oh please please do absolutely that's really amazing really floppy it really is I mean this is about taking the great support you already have on your mattress and adding an additional layer of comfort and support you can see that it gives to the body as you change positions throughout the night it changes with you it's constantly re-aligning with the body to help you sleep in a more natural alignment and it's constantly working with you instead of fighting against you the way the hard flat mattress would that's really a perfect definition support comfort yes so as you can see it is very nice and very nice and very nice and you can give out the energy that you have to be able to get with it the best of this is that all the things that you remember is not to do to get any diseases you can give out the support that you have to get rid of it we are usually in a while in the morning we are anxious so he takes the body of the body according to how the body of the body will get the body not like that we feel a lot of pain in the body but on the body you feel like it's having the body the body and giving us the body لنحنا بدنها. لنبدأ الآن عن تنظيم التحكم. هذه المبتع مصنعات الخاصة لأنها تسمى حول إغانيها. الأول Hog date you'll notice when you look at this is you have lots and lots of boxes. But they're not just boxes. Every single one of these boxes has sewn into the seam this baffle material and I'll show you what it looks like. It's actually this mesh material that is too small of a mesh for the feather to come through, so the feather stays trapped in place right where you want it to in each فإذا مثل ما عم بتشوفه لو انتو بتكونوا تشوفوا الشكل اللي موجود معنا فهو معمول من مربعات هيدا المربعات إلى هدف ومعمولي بطريقة كتير حلوة وهي مثل ما عم نشوف البفل بوكس أو إذا نحنا فينا نسميه مثل المنخل أو الطول بيساعد على الهوى يتنقل بهيدول المربعات ولكن بيحبس الريش موجود معنا لما بيتنقل الهوى بهالطريقة نحنا عم نحصل على البرود اللي إحنا بدنا إياها ما عم نحصل على حماوي يعني إذا جسمنا حمي هو ما بيحمى معنا بالعكس بيضله محافظ على الحرارة اللي هو فيها That's really amazing. It really is wonderful and because you're getting each and every box individually filled it's even support. So you get the same support rather you're on one end the other end or right in the center. أوكي. فإذا المربعات اللي موجودين معنا معبايين بالريش بنفس الكمية. يعني إذا نمنع بهذه الطريقة أو بهذه المطرح ما ممكن أبدا نتأثر إذا نمنع الميل الثاني لأنه كلها معبايين بنفس الطريقة. صار وقت إنكم تغيروا أسلوبكم بالنوم وتحصلوا على الفيذر باد اللي حيعطيكم الراحة اللي أنتوا بدكم إياها لأنه عنجد هو كتير مريح بمجرد ما تعدوا عليه أو تناموا عليه ما لح تقوموا أبدا. وهلا لحنا نتعرف نحنا وياكم على الإشياء الثانية لمخدت وأيضا للحاف اللي متقدم لألكون من Palace Night. So now we are going to talk about the outstanding pillows. These are incredible because if you are looking for both support and comfort, we have found it. What we have on the inside is almost like two pillows in one. This is a patented design and this patented design is filled with uncrushable feather and down. So on the inside you have an entire pillow that is actually filled with that uncrushable feather. Remember when we were showing feather earlier? It's got that strong quill so it's nice and supportive but also has a nice curl to it. So it's very springy and it's really meant to be resilient and to not crush or go flat easily. And then surrounding on both the top and also on the bottom of your pillow is down. And that luxury down is that 550 fill power and that means it's going to sink in perfectly. So you get wonderful contouring and adjustability to the head and the neck and the shoulders but still with that firm center. Okay. So this is the one that I am getting used to be using a feather bed. Meaning the part that we have in the inside is from the feathers and the feathers that don't take you to cut them. What we can do is give them to the feather bed. So when we are not going to give them the strength that we need to give them away. لأم إذا بدنا نقول مع كافة الوضعيات اللي نحنا مناخدها بالليل يعني بتحصلوا على الدعم اللي انتو بدكن ياه وتحصلوا على الراحة اللي انتو بدكن ياه وهو معمول أو مصنع بتقنية 550 في الباور يعني بيقدر يعطينا الراحة اللي بدنا ياه ولحنحكي بالتفاصيل على الفي الباور بسياء الحلقة When we say feathers, it's also hyperclean, right? Yes, definitely. All the items. All of down and feather items here with palace nights are going to be hyperclean fill. So you know you have something that is dirt and dust free up to 15 washes remember So very very clean and with all of that dirt and dust removed it's virtually allergen free And is it still washable? Oh yes, absolutely. The pillows are machine washable. This is fantastic at least once a year, but as often as you like You can machine wash your pillows just dry them on a very low heat So that they get completely dry but very gradually and it's wonderful And then they come out almost brand new. Very very thick and fluffy Okay. If you don't have any of them at all, we're using them from the brush But also, if you're working with the hyperclean or the tonic the very high You can clean them for about 15 times until you can remove all the holes that are in the brush And you can also use them in your house, you can use them for a few months And you can use them for a few months But this will come back to everyone if you want to use them for a few years ثم تحديد روضًا Jin I would love for you to do that this is the easiest way to know is what's wonderful about the pillow is it's natural fill its feather and down so it's going to adjust and contour . I can feel it actually and as you change position it does it as well it moves with you Sara yeah exactly and I still feel the support I don't because قد نحن نشاهدها في قطعات مواقعية تنشاهدها وقامت بالمترس والكل يمنحها إلى الدقاء ولكن تعرف بإسعاد ذلك لأنه من المقسي الأمام فإذن مثل ما عم بتشوفو عنا هون نحن الدعم اللي نحن بدنا ياه وبنفس النقات النعمية اللي بدنا ياها نحن بالعادة لما من نام مثل ما عم بتشوفو هون أخدة الوضعية اللي نحن بدنا ياها ولكن باقي المخدات يمكن لما نحن من نام عليا هون نحس أنه راسنا دغري نزيل على الفرش أو المرتبة ولكن هون ما بيحصل هيدا الشيء أبدا مع هيدا المخدل كتير مميزة And now we have a small thing to show to the viewers which is a small test to know whether we have a broken pillow or not That's right. This is a very difficult test. No, it's not difficult. It's actually very easy So what you do is you take your pillow at home and you're going to try to fold it in half just like so And when you fold your pillow in half, it should do one thing only and that is return to its natural shape If it does not return to its natural shape, it's a broken pillow a pillow that no longer offers support to the head and the neck And if it's broken, it is definitely time to replace it because as I've said we replace our shoes more frequently than we replace our pillows Can you imagine? And this is much more important because you're going to be spending eight hours of your life every single day Of course. And if you have a small piece of your stuffed husband for your snug So you're comfortable with your bathtub إذا رجعت المخدة لحالها يعني المخدة اللي عندكن مية بالمية منيحة إذا ضلت مطعوجة لتحت وما رجعت يعني المخدة اللي عندنا منا منيحة ولازم نحن نستبدلها والسرين عم بتقلنا نقطة كتير مهمة نحن بالعادة منفكر نغير تيابنا منفكر نغير الأحزية تاعتنا نغير أي شيء ولكن ما بيخطر عباننا نغير مخداتنا واللي هني من نام عليهم كل يوم 8 ساعات يعني لازم أنتو تختاروا اللي مخدة لكتير مريحة وأكيد أحسن مخدة هي اللي مخدة اللي مقدميثكم ياها من بالاس نايد Now we are going to talk about the duvet that we have This is extremely important because this is how you're going to stay nice and warm and cozy but without weight Down is nature's lightest weight insulator Nothing is going to keep you warmer and cozier but also provide that lightweight feeling and breathability When you're sleeping under a synthetic what happens is it traps your body heat It doesn't allow it to escape when it must And of course as we sleep our body temperature peaks throughout the night and then dips And what you need is something that will actually move with the body temperature and allow it to remain the same So this is an insulator that's what down does It does it without weight and it maintains your body temperature all night long even with these peaks and dips So it's really it's really very light But we have one nice thing which is the the construction itself like this shape Yes it is a fabulous construction this is a diamond stitch construction you can get duvets in All different types of designs but a closed design is wonderful because it locks the down in place So you can see all of these diamonds are stitched throughout the duvet The down stays trapped in place into every single diamond it doesn't shift from diamond to diamond And that means you have to do very little of this right shaking and fluffing It's a lot of work to have to do that you don't want all the down you know moving to the end of the bed throughout the night So it stays trapped in place where you wanted to So it stays trapped in place where you wanted to So the examination of theguard that's with us means is there's one goal behind it You can see how he can get rid of this right In this way by shaping diamond or diamond For example We normally if we have a circle that brings out to the diamond To make the hole one more we can make it in every room In this way we can make it in every area We have no way we can sit back and get caught in every morning And we can do this until the hole It will keep in mind with the direction we want to make it in which we want it To keep in your shape على شكله بيضلو الهوى عم يتنقل كمان بكل سهولة. يعني الحاف كتير خفيف وكتير حلو. What else you would like to add about the duvet? Well we should talk about how this insulates because when we're speaking about down we always talk about fill power. And fill power is very important because it's the most actually determinant quality for down. Fill power measures not only the size of the down clusters inside but how much air they can trap. So a bigger fill power number is better quality. It means larger down clusters. It means more air that will be trapped. Better insulation. So it's warmer yes but it's also more breathable and that means lighter on top of you and it allows more of that excess body heat to escape. And it's fabulous because as you can see it's not like feather. It doesn't have a quill at all. Yes but still it gives a good support. It's all about warmth and insulation and luxury. فإذا مثل ما عم بتشوفوا عنا هون الداونز اللي موجودين معنا. هن عبارة عالي اللي محشي بقلب للحاف. ليكوا قدي نعميين وليكوا قدي حلوين وكيف موصلين كمان مع بعض. الفل باور هي قدي عنا مجموعة من هيدولي الريش الناعم مجموعين مع بعض. ومش بس هيك قدي فيه هوا. كمية الهوا اللي بتقدر تمرق بيناتهم بهالطريقة. بيكون للحاف عم يتنفس ما عم يحبس الحرارة مثل باقي للحاف. ونحس نحن مضغطيين كتير عم نشوي بطريقة كتير مزعجة. فل باور إ Seeing 2 بقلب من كتيرer حتى ما قد تهتم اغلب من كتيرها. حسناً. وست شيء ان تشعر ذلك. فإذن عم نفسي في الاحافة هوا معمول من هيده.. لانه واحسن حسن ويناد واجهة ظهر. ويسيطان رأي سيمتشون بوضع و ظهر. وكذا يجب ضيف ما في حافة تشعر ذلك. حسناً لنا هذا الخلف مزعجة من عم يعتبر أنه معمول من المخلقة خمسمية وخمسين دفعه. كل ما نحن نزيد بعدد الفيل باور كل ما بتكون الجودة أحسن وكل ما بيكون الريش اللي مستخدم من جوه أحسن خفيف أبداً ما عمحس أنه حتى الحاف كثير تقيل على جسمي بالعكس كثير ناعم وكثير حلو والأهم من هيدا كله مثل ما قالت أبداً ما بيحبس الهواء فإذا مشاهدينا نحن عرفناكم على مجموعة متكاملة وعرفناكم بالإضافة إلى هيدا الشي شو الأساسيات اللي بتقدروا أنتو تستخدموها لذلك نعتقد بكل الأفضل الصفحات والدوه والمعجمات المحضرية مع مجموعة ومعجمات مدفعية مع مجموعة النظام شكراً لكما يتغلقنا ومعرفنا كل المصنف التي تمتلكنا وعرفنا عن المتعارض عن المعجمات المحضرية ومعرفناكم على مخدات جودة جداً عالية معمولين من الريش وأيضاً هيدا الريش خضع على تنظيف كتير عالي بتكنولوجيا أطلقت علي شركة Pacific Cost الـ Hyper Clean هي فقط متوفرة لكم من خلال عالم التسوق تعرفنا كمان على الالحاف اللي موجود معنا وأيضا على الـ Feather Bed واللي هو عبارة عن شيء كتير كبير مخدة كتير كبيرة معمولة من الريش وبرجع بطمنكم كل الريش اللي معمول ما بيسبب لكم أبدا أي حساسية الدوفيسات والشيتسات بتجي لكم بحجمين عندنا الـ King Size وكمان الـ Super King فإذا مشاهدينا هلأ وقت صار وقت إنكم تحصلوا معنا على هذه المجموعة برجع بذكركم هي معمولة من القطن ملمسة كتير ناعم إلى جانب هيدا الشيء معمولة من جودة جدا عالية لهم بيكون خلص وقت معكم بلاقيكم أكيد بحلقات جديدة ومنتجات جديدة ابقوا معنا وطابعوا بقية برامجنا باي باي